بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين كرامة المؤمنين وفساد المنافقين هناك كرامات عظيمة وراقية ولا تحصى للمؤمنين في سجلات الحياة الدنيا يقول أحد العلماء وهو شقيق البلخي هذا من أهل السنة يقول ذهبت إلى الحج ووصلت إلى القادسية ومن الصدف العظيمة كان معه في هذه القافلة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وهو لا يعرفه فيقول نظرت إلى الإمام موسى الكاظم وأنا لا أعرفه فقلت من هذا الذي لبس مدرعة من الصوف هذا اللباس لباس الزهاد العباد يقول فأنا ظننت به سوءا ظلمان والكثير من المتقين الصالحين يتعرضون إلى سوء الظني من الآخرين ظلمان وعدوانا فيقول هذا هذا السني شقيق البلخي فيقول نظرت إلى الإمام موسى الكاظم وقلت أذهب وأعتدي عليه بلساني يقول تقدمت منه خطوات خطوة 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 يقول فنظر إليه وقال إن بعض الظن إثم يقول فخفته كيف أعرف هذا بأنني أظن فيه ظن السوء فقلت بأن هذا من المؤمنين الأخيار وأنا اعتقدت فيه اعتقادا باطلا يقول يقول بعد ذلك في محاولة أخرى في أثناء السفر أنا أيضا نعم يقول فكرت بفعل شيء فنهاني عنه وهو لم يسمع مني فقط هو عرف ما يدور في خلدي عرف ما يدور في داخل ذهني يقول فقلت سبحان الله هذا من الأبدال هذا من العلماء هذا من الذين تربطهم رابط قوية بالسماء فخفت منه يقول فكان يشرب الماء ولا يهتم بالطعام ويأخذ شيئا من الرمل شيئا ويضعه في مائه فقلت له اسقني يقول فسقاني من مائه فشبعت من ذلك الماء الذي سكبه لي من يده الكريمة يقول بقيت عدة أيام لا أحتاج إلى طعام اليد الكريمة للإمام الكاظم عليه السلام باب الحوائج الذي تزوره الشيعة والسنة للحصول على حوائجها يقول الشافعي في كتابي يقول زيارة الإمام موسى الكاظم هي الترياق المجرى يعطيك حاجتك نقدا وعدا فكان الشافعي يدعو أتباعه أصحابه إلى زيارة الإمام فكانت كرامات الإمام موسى الكاظم كثيرة لا تعد ولا تحصى قال لي أحد أشخاص من العامة في بغداد قال لي بأنه كلما مرضت أمه قالت له خذني إلى موسى الكاظم يقول أأخذها إلى الأطباء داخل العراق خارج العراق لا يوجد شفاء فيقول أأخذها بعربتي بمركبتي وأدور بها على الإمام موسى الكاظم فتشفى موسى الكاظم نعم ابن علي المرتضى ابن فاطمة الزهراء ابن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم شجرة عظيمة شجرة الخير والعطاء نعم فهذه الشجرة العظيمة أخذت قوتها من أعمال الخير التي تعملها من تسبيحها لله من قراءتها للقرآن من تفسيرها الآيات تفسيرا صحيحا للأمة الإسلامية لذلك التفسير يكون فقط من أهل البيت لا يمكنك أن تقول هذه الآية القرآنية فسرها فلان وفلان لا يجوز التفسير فقط من أهل البيت لذلك قال مالك ابن أنس لم تر عين ولم تسمع أذن بما بشخصية مثل شخصية الإمام الصادق عليه السلام أبو نعم الإمام موسى الكاذب واحد من واحد سلسلة ذهبية رائعة تعجب بها علماء علماء المسلمين تعجبوا من هذه السلسلة العظيمة فهذه أعماله من تسبيحهم أهل البيت كانوا نورا في السماء يسبحون الله سبحانه وتعالى في العرش نعم وهؤلاء جاءوا إلى الدنيا ولم يفعلوا إلا الخير حتى للكفار للمسلمين لمعارضيهم لمخالفيهم يعني أنت تلاحظ لاحظوا في معركة بدر عندما جاء الكفار فاستولوا على عيون ماء بدر ليمنعوا المسلمين من شرم الماء فيموتوا عطشا فحاربهم النبي الأعظم وبقوة صطوة علي بن أبي طالب عليه السلام دفعهم عن عيون بدر وطردهم بعدما طردهم شرب المسلمون من هذا الماء وارتواوا ثم سمحوا للكفار بشرب ماء عيون بدر فتعجب الكفار قال لهم تفضلوا اشربوا الماء نحن لا نحارب على الماء والطعام نحن نحارب لأجل هداية الناس هذه الحادثة الذين حضروا في هذه الحادثة قد حفظوا أخلاقا رفيع جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركة صفين فعل معاوية نفس الأفعال المنكرة لآبائه وقادته وحكامه فجاء إلى نهر الفرات واستولى على شريعة الماء ومنع جيش الإمام علي عليه السلام من الشرب من ماء الفرات ليموتوا عطشا ومنعه فقال له عمر بن العاص أنت لا يمكنك أن تمنعه وفيهم علي بن أبي طالب لأنه هو نفسه الذي منعناه هذا عمر بن العاص كان من ضمن الكفار في معركة بدر ومنعوا المسلمين من الشرب من ماء من عيون بدر يقول فجاءنا علي بن أبي طالب في بدر وحاربنا وابعدنا عن الماء فشربوا منه ثم قال لنا اشربوا فالآن سوف يحاربوك ويأخذون شريعة الفرات منك قالوا بعد ذلك قال بعد ذلك يسمحون لك بالشرب منه وفعلا جاءت جيوش أمير المؤمنين وحاربت على الشريعة وأخذت الشريعة من جيش معاوية فشربوا من ماء الفرات فقال معاوية الآن الآن نموت من العطيش قال ابن العاص لا هؤلاء عندهم أخلاق أهل البيت عندهم دين الآن يسمحون لك بشرب الماء وأنتم مسلمون مثل ما سمح لكفار بدر بشرب الماء وهم كفار نظريات المؤمنين وصفاقة المنافقين عندما منع طلحة والزبير الماء عن عثمان وفي بيت عثمان نساء أطفال خدم عبيد وأرادوا قتلهم من العطيش يعني عائشة وطلحة والزبير منعوا الماء عن عثمان فجاءهم أمير المؤمنين للمحاصرين فصاحبهم صيحة خافوا منه فأفرجوا الطريق ودخلت الرواية بالماء أمير المؤمنين لا يريد أن يقتل أحداً عطشاً ولو كان مغتصباً للخلاف ولو كان كافراً عنيداً هذه ليست نظرية الإيمان والإسلام والدين الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الدينة أرسل لهم أهل البيت نعمة نعمة للبشرية هم العروة الوثقاء نعم وهم النعيم بهذه النعمة تصلوا إلى النعيم أما الكفار استمروا على نفس النظرية من ذلك اليوم إلى وقتنا منعوا المسلمين من شرب الماء في معركة بدر ليقتلوهم عطشاً حاصروا بني هاشم في شعب أبي هاشم في سنة سبعة للبعثة النبوية الشريفة ليقتل المسلمين عطشاً وجوعاً لكنهم لم يفلحوا وفشلوا دائماً والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر